جاءتني رسالة من أخي الشيخ أبو مطيع يقول لي فيها وصايا من جولة هذا الوصايا بيتنا الشعر قال فيه قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل هذا البيت أيقظني من السبات أولئك آبائي فجئني بمثلهم هياكم الله سيدي في هذه الأمسية الجميلة ونحن في أيام شهر شعبان المبارك سيدي الشيخ وصلتم إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ماذا عن بدايات حياتكم في المدينة وبدايات الاستقرار فيها بسم الله الرحمن الرحيم الله صلي وسلي وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم المدينة المنورة أحداثها رائعة جدا ومنذ أن نزلت بها صارت جزءا من حياتنا وجزءا من طعامنا وشرابنا وهوائنا وتنفسنا وأولادي كلهم ولدوا في المدينة المنورة سبحان الله مع أنني سكنت في جدة ولكن كنت آتي إلى المدينة ليولد الأولاد في المدينة نعم لا بركة سبحان الله المدينة نزلنا فيها أول يوم وكما أخبرتكم في الحلقة السابقة أن نزولي كان عند الأخ الحبيب الدكتور أحمد عدنان ياسين الزعبي هذا الأخ الوفي الذي لا يمكن أن أتحدث عن المدينة إلا وأتحدث عنه لأنه صديق وحبيب وزميل دراسة وأيضا كان لي وله على بعض البعض يعني مشيخة وتلمثة كلانا يعني شيخ للآخر كلانا تلميذ للآخر ونمت هذه الليلة عندهم واستيقظنا صباحا قبيل الفجر وقال على شوق شديد جدا أن نصلي في الحرم النبوي الشريف وقال لي بعد الفجر عندنا درس عند شيخ حلبي كبير عظيم محب بدأ يثني لي على الشيخ قلت له والله شيء جميل أنا أحب المشايخ كثيرا فمن هو هذا الشيخ هو الشيخ أحمد القلاش الحلبي صلينا الفجر وجلسنا مباشرة مع الشيخ وكان في ذلك الوقت يقرؤون كتاب تيسير البلاغة للشيخ أحمد قلاش أنا جلست هكذا قريبا من الشيخ سلمت على الشيخ قبلت يده وبدأ الشيخ أحمد يقرأ فوهو يقرأ فأنا قلت سيدي هذه جناس قال أيها جناس كيف تعرفت أنه جناس قلت له نعم سيدي يعني هو جناس تام وليس جناس مقارب أو جناس تام أو جناس ناقص قال لي لا تقول ناقص قل جهاز يقول جناس تام وجناس مقارب فهذه أول يعني أول مرة لفت نظري إلى شيء مهم ثم قال لي وين تحلمت يا أبني وين درست وأنا شكلي كان صغير يعني ولسا لحيتي يعني صغيرة جدا وبين علي طالب يعني طالب سانوية وجاي مسجل في الجامعة قلت له يا سيدي أنا الليلة البارحة وصلت وقبلت في الجامعة الإسلامية وأنا خريج معهد الفرقان للعلوم الشرعية ما شاء الله ما شاء الله أرّب أرّب يا أبني بجنبي خد قراء أعطاني الكتاب وبدأت أقرأ فلما قرأت أعجبته قراءتي فقال قلت له يا سيدي نحن طلاب علم يعني وكذا على باب الله المهم هذا أول تشجيع من الشيخ أحمد قلاش فتح صدره لي فأحببته وقلت للشيخ أحمد الزعبي قلت له والله هذا الشيخ ما شاء الله باين عليه يعني كتلة من العلم وكتلة من الطرفة فهو طريف ومبتسم ودوما إذا أجاب أحد جواب جيد يخرج أريال من جيبه ويعطيه هكذا المهم يعني أول شيخ لقيت به وفتحت عيني عليه هو الشيخ أحمد القلاش رحمة الله عليه لكن بعد ذلك بأيام قليلة يعني انقطعت انقطعت عنه قليلا بسبب أمور إدارية في الجامعة وانشغلت قليلا وسكنت مع يعني طلاب في الجامعة وذهبنا إلى الجامعة وسجلت في الجامعة أخذت أمور إدارية قليلا انقطعت عن الشيخ أحمد قلاش يعني مدة ثم يعني هكذا كنت لمدة شهر شهرين أقل بقليل أو أكثر بقليل محتهرا يعني بلد جديد السكن جديد لم تتبع ورص أيوة يعني لازلت أسكن مع مجموعة من الطلاب والصورة والصورة مش واضحة عندي ماذا سأفعل كيف سأدرس كيف سأ يعني طريقة الدراسة مختلفة المشايخ مختلفين نحن نعهد المشايخ بسمت معين وبشكل معين رأينا مشايخ بطريقة مختلفة بأسلوب مختلف طريقة الأداء مختلفة منهم القوي ومنهم الوسط ومنهم الضعيف يعني كان شيء مختلف علينا فكان فيه اضطراب أول شهرين تقريبا إلى أن جاءتني رسالة جميلة جدا من أخي وموجهي الأستاذ الشيخ أبو مطيع الشيخ أبو مطيع يعني وضع بصمته فيي بشكل عجيب جدا حيث على البعد كان يعني يعلمني على البعد كان موجهي على البعد كان يعني يربيني فالرسائل لا تصل بسبوع وسبوعين تحتاج ثلاثة أشهر حتى تصل رسائل بالبريد أو رسائل عبر المعتمرين والاعتمار كان في ذلك الوقت موسمي يعني في بعض أشهر السنة يتوقف الاعتمار في موسم الحج يتوقف الاعتمار فأما في موسم الحج يأتينا رسائل أو في موسم العمرة فالمهم جاءتني رسالة من أخي الشيخ أبو مطيع هي يقول لي فيها وصايا من جولة هذا الوصايا بيت من الشعر قال فيه قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي وهذا البيت أيقظني من السبات نبهني تنبيها قويا أنه أنا جئت لهدف ما هو هدف الذي جئت من أجله تذكرت أيضا مقولة قالها لي وهو يودعني قبل أن أخرج من دمشق قال لي في أمان الله واحذر أن ترجع إلينا إلا عالما يا الله واحذر أن ترجع إلينا إلا عالما ومعك أحلى شهادة وفعلا هذا اللي صار يعني ما رجعت إلا بعد أحلى شهادة بقدر الله سبحانه وتعالى المهم هذا البيت جعلني مباشرة أرجع إلى الشيخ محمد قلاش أرجع إلى الشيخ محمد زعبي أقول له نريد يعني درسا على الشيخ محمد قلاش قال لي نهم والله أنت وين ما شفتك من أيام وكذا قلت له والله أنا أبحث عن يعني سكن ما وجدنا سكنا في الجامعة وأبحث عن سكن لأكون يعني مع صديق طالب علم فقال لي وأنا أبحث كذلك لأننا سكلنا انتقلنا فيه انتقلنا منه وأبحث عن صديق ما رأيك أن نكون سوية قلت له حسنا ونعم الصداقة وذهبنا وقدمنا الخطاب الرسمي للجهة الرسمية وأخذنا غرفة في حي القربان في حي القربان وجلسنا فيها ثلاث سنوات هذه الثلاث سنوات كانت من أجمل أيام العمر حقيقة لأنه كنا فيها يعني إن شاء الله إن شاء الله لا نعرف طريقة للمعصية ولا نعرف طريقة للكذب ولا نعرف طريقة لللف والدوران ولا نعرف إلا طريقة العلم فالشيخ أحمد الزعبي كان سابقا عني بسنة كاملة في المدينة ويعرف بعض المشايخ وكان قد التزم مع الشيخ المرصفي الشيخ عبد الفتاح المرصفي القارئ الشهير جدا وبالتالي أراه صباح مساء يمسك الشاطبية ويحفظ القرآن ويراجع ويجهز نفسه للشيخ المرصفي فهذا كان طبعا يعطيني دافعا كبيرا جدا لأن أكمل مشوار القرآن الكريم وكذلك التزمنا مع الشيخ أحمد قلاش وبدأنا معه في النحو واخترنا كتاب شذور الذهب وقرأنا شذور الذهب من أوله إلى آخره وقرأنا عدة كتب خلال هذه المدة كان نرص الشيخ سيني في الحرم النظوي نعم كان في الحرم وبعد صلاة الفجر وما تخلف يوما واحدا أبدا طيلة السنوات التي لازمناه فيها ما غاب يوما واحدا وليس عنده سيارة يأتي من الأذان الأول كان الحرم لا يفتحه في الليل يغلق بعد العشاء يغلق ويفتح من الأذان الأول والناس يأتون المحبون يأتون قبل الأذان الأول بنصف ساعة تقريبا يقفون على الباب فإذا أذن الأذان الأول قبل الفجر بساعة يهرعون الناس إلى الروضة فالشيخ أحمد قلاش يكون مع هؤلاء فيدخل من الأذان الأول يذهب إلى الروضة فيصلي فيها ركعتين ثم يصلي في الصفوف الأولى صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر يعود إلى الوراء قليلا إلى باب الرحمة وعلى يسار باب الرحمة هنا يوجد هكذا دروة يعني بسموها هكذا لختة خفيفة فكذا نجلس فيها وأول ما نبدأ نبدأ بالقرآن الكريم وكان الشيخ يقرأ صفحة 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 فإن كان العدد أكثر ثلاث أربع أشخاص كل واحد يقرأ صفحة ثم يعطينا من الإعراب والنحوي والصرف والتفسير وما إلى ذلك ثم يقول الآن نبدأ بدرسنا ونبدأ نقرأ بشذور الذهب إلى أن أنهينا شذور الذهب كاملا ثم بدأنا بالشمائل المحمدية فأنهيناها أيضا كاملة بجوار المصطفى بجوار المصطفى شرح الباجوري على الشمائل المحمدية الشمائل أيضا في نفس هذا المكان أم مثلا للروضة لأن الذي يعرفه أن الشيخ كان في منتهى ذائقة عاشقا للروضة صحيح كثير كثير من الجلسات كنا نذهب للروضة ونجلس في آخر عامود في الروضة من جهة الشمالية وخاصة بعد موسم الحج بقليل حيث ما في عمره يمر علينا شهر تقريبا أو شهر ونصف ما في عمره والحجاج يذهبون فالمكان فارغ لكن شهادة للتاريخ أقولها ما من يوم ما من يوم إلا وبعد الدرس يذهب الشيخ أحمد قلاش للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة الضحى في الروضة وطبيعي نحن معه ماسين وراه على طول فنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وخشوع وخضوع وسلام ثم نأتي نصلي في الروضة ركعتين ثم نغادر هذا بشكل دائم دائم غير مخطوع ما يمكن أن يغادر الحرم قبل أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا عجيبا الشيخ أحمد القلاش تعلمت منه علم العروض بالتلقي وبالسليقة حيث لم نقرأ كتابا في علم العروض ولكن علم العروض كان داخلا في دمه ولحمه فكان يجلسني بجانبه فإذا جاء بيت من الشعر يضغط على يدي ضغطات معينة هكذا بكوع بمرفقه وكانه يعطيلي الوزن مثلا وليل فعول كموج البح مفاعل وليل كموج البح رأرخ فعول وهكذا بمرفقه يضغط علي ويعطيني الوزن فتحلمت الوزن منه وعنتي خلفية كان قليلة أو في بعض البحور حيث درست العروض عند شيخنا وأستاذنا الأستاذ نذير مكتبي تحية نوجهها له الأستاذ نذير مكتبي أيضا له بصمة كبيرة في حياتنا في الخطابة وفي العروض وفي الأصول وفي تاريخ الأدب العربي وهو ذواق أيضا فبذر فينا بذورا طيبة فأخذت بعض علمي العروض من الشيخ نذير مكتبي ثم أكملت هذه الذائقة وهذه الإيقاعات الشيخ حمد قلاش كان علمنا يعني علم العروض بالإيقاع فما من بيت يمر إلا ويقول ما وزنه كذا ما وزنه كذا فإن كان هناك كسر مباشرة يظهر معه فكان يعني يعرف علم العروض كاملا بالسليقة وقلنا له شيخنا يعني ما نظمت شعرا فقال ما نظمته إلا أبيات قليلة جدا كأنشودة وأحفظ منها بيتين ربما في أستاذنا حق له التكريم والبر والطاعة والتعظيم كم بذل المجهود في تعليمي كم بذل المجهود في تفهيمي أدبني علمني رباني أرضعني حب النبي العدناني هذه ثلاث أبيات وهي قويلة شوي ربما سبع أبيات يقول هذا من شدة نقضه وتمكنه من الصحة لم ينظر هو يقول هذا أنا ناقد لشدة نقضي أنقض نفسي فما نظمته شعرا لأنه ليس أي شعر يعجبه ليس أي شعر يعجبه أبدا الشيخ أحمد قلاج ذواق ومستوى عالي ويحفظ طبعا من المتون لا يقل عن عشرة ألاف بيت أقلها الألفية ألفية المالك وألفية العمريطي وألفية طيبة الغرارة في السير النبوية والمعلقات السبع وأبيات في الغزل وأبيات الجاهلية وأبيات المتنبي حدث ولا حرج يعني يحفظ من المتون الكثير ومن عيون الشعر يحفظ من عيون الشعر الكثير هذا هو شيخ أحمد قلاج سيدي شيخ أحمد قلاج يعني لو توقفنا عنده قليلا بصراحة يستحق هذه الدوحة تستحق أن يشمل الإنسان هذا العبق الأصيل هل كانت له يعني مناهج مقررة يعني يدرس الطلبة أم كيف وهل كان المكان محدد أم مثلا على عادة شيوخ الشام يذهب إلى نزهة ويقرد كتابا معينا أم كيف كان؟ لو كان معنا شيخ أحمد قلاج لقال لك مباشرة لا تقول يشم قل يشم يشم نعم ما عنده لا يمكن يسكت على أي حركة يشم ويصحح لي يصحح لنا يعني شم يشم نعم نعم فقلتها مرة أمامه فقال لي يشم ما مسسته يقول ما مسسته ما مسسته خزن ولا حريرا ألينا من كفه وهكذا دوما يعني تبهاته اللطيفة شيخ أحمد قلاج من هجبك من هجي العلماء القدامة يبدأ بصغار الكتب ويتسلسل بها إلى الأكبر والأكبر والأكبر فهو تلقى العلوم على كبار المشاعر فالذي بصم له بصمة في حياته الشيخ محمد الناشد من علماء حلب قرأ عليه علوم اللغة العربية بعمق وثم أعادها عليه مرة أخرى وتعمق أيضا في اللغة العربية على الشيخ أحمد الكردي وتعمق وأخذ الفقهة أيضا عن الشيخ محمد سعيد إدلبي فقرأ من متن أبي شجاع إلى أعلى إلى الإقناع إلى أعلى إلى المنهاج التدرج في كتبه العلمي تدرجا منطقيا وكذلك هكذا طريقة تعليمه فهو يتدرج مع الطالب من البدايات وعلى حسب مستوى ويرفع من مستوى على حسب مستوى المتلقي هكذا كانت طريقته ثم من الأشياء الجميلة جدا على ذكر البستان كان لنا لقاء معه خاص جدا أنا والشيخ أحمد الزعبي والشيخ أحمد قلاش يوم الخميس كان عندنا إجازة في الجامعة فنصلي الفجر في الحرم ثم نذهب بسيارتنا إلى أحد بساتين المدينة واخترنا كتابا اسمه المجموعة النبهانية هذا الكتاب فيه 25 ألف بيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها الشيخ أحمد النبهاني من عيون الشعر العربي وانتقاها على الحروف الألف الباء التاء الثاء وفي آخر كل حرف يتلي بدلوه فينظم قصيدة على هذا الحرف فإن أتى بالألف آخر للقصائد يقول وقلت في حرف الألف كذا في الباء وقلت في حرف الباء كذا في الجيم وقلت في حرف الجيم كذا فكنا ننتقي من الأشعار أجملها وأحلاها ومع يعني هكذا الرغيف من التميز التميز هذا خبز تنوري من خبز المدينة يجيده البخاريون والأفغانيون ومشهورة فيه المدينة المنورة يعني هكذا عجينة خاصة ويوضع فيها السمن يوضع فيها الزيت يوضع فيها شيء وتوضع في التنور والرغيف يكفي يعني إلى شخصا كاملا أو شخص ونصف يعني ناخد رغيفين نحن كنا ثلاثة ناخد رغيفين وناخد فيه باثنين ريال فول ونذهب إلى الوستان ومعنا ترمص شاي أيضا ونتناول هذا الطعام والشيخ مبسوط ومسرور وفي كل ذوق وكل جمال وكل حلاوة فلن ننسى ولم ننسى لم ننسى ولن ننسى تلك الجلسات الجميلة جدا ونحن جالسين هكذا بعد ما نأكل ما تيسر نقرأ نقرأ ونقرأ ونحن نقرأ مرارا وتكرارا صار معنا موقف يأتي ديك ونسمع صوته هكذا لأنه كنا في البستان صوت الديك يمر بجانبنا لأنه كان المياه تبشي بجنبنا في بعض يعني آبار المدينة فالشيخ يقول اسمعوا اسمعوا صلوا على رسول الله بالله يا هليكم أليس رسول الله صلى الله وسلم شيخ الذوق وأستاذ الذوق قال إذا سمعتم صوت الديكة فاذكروا الله لأنها رأت الملائكة اسمعوا شوفوا هذا الصوت بأحلى نعم فنحن نقرأ وديك يعني يرفع صوته نعم وأنا أقرأ يعني أذكر مرة من المرات كنت أقرأ هذا البيت شبب الريح والسويجع غنى والدجاراق والندي مطمئن فقلت يا سيخي ما السويجع قال لي السويجع مصغر الحمامة الحمامة الصغيرة تسمى سويجع نعم ومن السجع ما أخذه من السجع وهو الصوت الجميل المرصع المنغم فالسجع ما أخذه من صوت الحمام صوت هديل الحمام المنتظم هذا يسمى يعني سجعا والحمامة الصغيرة التي تغني هكذا تسمى سويجعا نعم إذن شبب الريح يعني الريح شبهه بأنه يشبب بأن يخرج صوتا كصوت الشبابة شبب الريح والسويجع غنى والدجاراقة والنديم أطمئن النديم يعني مثل حكايتك الآن نحن نتنادم في هذه الجلسة البودكاستية اللطيفة الحلوة نعم فالحديث عن الشيخ أحمد قلاش وعن المدينة وعن بسعتين المدينة وعن تلك الجلسات وعن تلك التذوقات قرأنا في مثل هذه الجلسات طيبة الغراء للشيخ النبهاني التي يقول فيها نورك الكل والورى أجزاء يا نبي من جنده الأنبياء ويعني أبيات فيها شيء بديع جدا كنا ذات مرة نمر بجوار جبل أحد فيقول وقفوا انظروا بالله عليكم إلى هذا الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ماذا فيه حتى أحبه هذه حجارة إذن الحجارة تحب الحجارة فيها قلب لا يحب إلا من كان له قلب فأين قلب الحجارة وبعدين كان يردد هذا البيت لا تلوموا لرجفة واهتزاز أحدا إذ علاه فالوجد داء أحد لا يلام فهو محب ولكم أطرب المحب لقاء ويطرب فيها الشيخ عطل صوته جميل يعني ينشد أحيانا كان ينشد في حضرة الشيخ عيسى البيانوني وفي حضرة المشيخ الكبار كان يطلبون منه النشيد فينشد لهم من طيبة الغراء فيطربون له فهذا البيت حفظته منه لكثرة تكراره له يقول هذه الهزة التي اهتزها أحد في الحديث الصحيح عندما اهتز وكان على ظهره النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا وبكر وسيدنا عمر قالوا اثبت أحد فإن على ظهرك نبيا وصديقا وشهيد أو وشهيدان كما جاءت الرواية قالها اهتز الجبل والاهتزاز عادة يكون للغضب ولكن هذه هزة الطرب لا هزة الغضب يا سلام هذه حفظته من لسانه رحمة الله عليه هزة الطرب لا هزة الغضب محلا السلام المسجوع هل لكم من النظم بحق شيخكم رحمه الله والله نعم نعم لي ولكن ليس جاهزا تحت يدي الآن نعم لكن يعني في ألفية الغوثاني نظمت ألفية فذكرت الشيخ الشيخ أحمد قلاش فيها وذكرت شيوخه وذكرت تفاصيله إن شاء الله لعلنا نلحقها في مثل هذه اللقاءات فهي جميلة أولئك آبائي أحسن الله إليكم نحود سيدي إلى الطلب والتدرج به اتزمتم مع الشيخ أحمد القلاش في العلوم العربية والقصائد وقفتم عنه الشمائل علوم الفقه هل اتزمتم أيضا مع شيوخ المدينة أم اكتفيتم في دراسة الجامعية؟ الفقه أيضا بدأناه مع الشيخ أحمد قلاش خلينا مع الشيخ أحمد قلاش الآن يعني الحديث عن الشيخ أحمد قلاش يحتاج إلى وقت فالفقه مع الشيخ أحمد قلاش كان له درس بين المغرب والعشاء مع شيخ فاضل وهو الآن من العلماء ما شاء الله الشيخ أحمد العزيز الخطيب من سفيرة من حلب من حوالي حلب وهو ما شاء الله متمكن وكان يقرأ عليه المنهاج المنهاج بشرح المحلي وحاشية قليبي وعميرة فقدت أجلس معهم مستمعا مستفيدا بين المغرب والعشاء وحضرت كثيرا من شرح المنهاج ودوما كان مرجعنا يعني الشيخ أحمد قلاش في الفقه لكن فيما بعد ذهبت إلى شيخ آخرين سيأتي ذكرهم بعد قليل لكن مع الشيخ أحمد قلاش قرأت عليه منظومة جميلة اسمها غرامي صحيح غرامي صحيح ورجى فيك معضل وحزني ودمعي في هواك مرسل ومسلسل وصبري عفوا أنني أخطأت غرامي صحيح ورجى فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملأ علي فأنقلوا هذه الشيخ أحمد قلاش كان يضرب لها قرأناها قرأتها مرارا عليه يعني أكثر كل مرة نأتي نقرأها ويشرحها ويقول انظروا إلى هؤلاء العلماء هذه للإشبيلي من إشبيليا يعني شاعرها أندلسي فانظر كيف يعني وحزني ودمعي مرسل ومسلسل فهذه فيها تورية والسيخ أحمد قلاش كان يحب التورية وكان يستخرج كلمات التورية من أشعار الشيخ يوسف النبعاني بشكل عجيب يعني مثلا أرجت من أريده الأرجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من طيبة الغراء يقول أرجت من أريده الأرجاء كان يضرب الشيخ أحمد قلاش قل كيف جاءت معه أرجت والأرجاء يعني أريزت يعني تعطرت من أريزه من عطره صلى الله عليه وسلم الأرجع أي الأنحاء أنحاء المدينة أريزت من أريزه صلى الله عليه لن يكسر البيت الله أي نعم يعني ما شاء الله فالشيء رحمة قلاش رحمة الله عليه كان لطيفاً ذواقاً محباً رائعاً جميلاً ذات مرتين قلت له شيخنا نريد أن نأخذ عليكم الطريقة هل أخذتم طريقة عن الشيوخ؟ قال لي أنا شيخي في الطريق هو الشيخ أبو النصر خلف الحمسي كان يأتي إلى حلب ويتجول في أرياف حلب وكنت أتجول معه تلك الجولات وحدثنا عن الشيخ أبو النصر خلف الكثير كما حدثنا عدد من تلاميذه عنه وقالوا إنه كان شيخاً عالماً فقيهاً متمكناً ومتشرعاً وكان يؤثر بحاله قبل قاله فقلنا له شيخنا حدثنا عن الشيخ أحمد الشيخ أبو النصر خلف فحدثنا الشيخ أحمد قلاش يقول أول ما زرت الشيخ أبو النصر خلف وكنت في قمة شبابي وكنت متأثراً بشيخنا الشيخ راغب الطباخ بأدني لا أقبل أي شيء إلا إن كان صحيحاً فقد علمنا منهجية أن هذا حديث ضعيف هذا حديث موضوع هذا حديث كذا وفي قمة الشباب فلا نقبل أي شيء إلا بدليل هذا منهج جميل جداً فيقول زرت الشيخ أبو النصر خلف وجلسنا مجلساً وكان جالس على كرسي أو مكان مرتفع هكذا وأنا جلست قريباً جداً منه بحيث يعني عند ركبته تقريباً يعني موازن ركبته فيقول بدأ الإنشاد والشيخ أبو النصر خلف كان كثير الصمت ويذكر الله صامتاً يذكر الله بقلبه هكذا كثير الصمت هكذا ويتأمل في الكلام ويتأمل مجرد أن تنظر في وجهه وتتأمل في وجهه تفهم منه أشياء سبحان الله يعني كانوا يقولون أنه يربي بحاله أكثر من قاله فيقول بدأ المنشد ينشد وأنا يعني كأنني في داخلي يعني أنكرت شيئاً ما يعني هكذا حدث في نفسي أنه لماذا النشيد لماذا لا يعطينا درس لماذا لا يكون هناك يعني حدثنا فلان عن فلان هكذا خاطر خطر في بالي يعني قال وإذا بالشيخ بلطف بإبهام رزله ينكشني نكشة خذيفة هكذا فالنكشة هذه جاءت على خاصيرتي وأنا على قريب من قلبي قال أنا ما أدري ماذا حدث لي غبت عن الوعي انقلبت وقعت النظارة ما أدري ماذا حدث لي تكهربت انقلبت رأساً على عقل وصار معي حال عجيب جداً فجلست بعد ذلك هادئاً لا أنبس ببنتي شفا وطربت لهذا الحال الذي حدث لي وصار معي وجد عجيب جداً قلنا له سبحان الله مولانا يعني هذا الأمر كأنه تكرر قال نعم أنا سمعت أنه تكرر مع عدد من الشيوف وقد تكرر مع الشيخ محمد الحامد شيخ علماء حماه أيضاً كان الشيخ محمد الحامد يعني ينكر على على أهل التصوف بعض الأشياء ومعه الحق يعني في بعض الأشياء يعني نحن أيضاً علمنا الشيخ ونشياء حدقلاش أن الشطح وأن أي شيء يخالف السنة نحن ننكره أيضاً يعني يوجد في بعض المتصوفة أشياء خارج عن السنة فننكرها فالشيخ محمد الحامد كان شديداً وكان شديد الإنكار أيضاً حتى على بعض المتصوفة ويبدو أنه زاد في الإنكار قليلاً المهم حدثت له قصة أنه زار الشيخ أبو النصر خلف ولما جلس أمامه أيضاً بدأ المجلس الذكر وبدأت الناشيد وبدأ المجلس الإيماني والروحاني كذلك نظر إليه الشيخ الشيخ هكذا سبحان الله بدعوة صالحة ربما فإذا بالشيخ محمد الحامد يصيح ويقول يا شيخي أنت على الحق أنت على الحق وقصة طويلة مفصلة من أحب أن يطلع على تفاصيلها موجودة بكتاب الشيخ محمد الحامد لأستاذ النشيخ عبد الحميد طهماز كتبها وفصلها وذكر بعدها رسائل كثيرة جداً من الشيخ محمد الحامد للشيخ أبو النصر خلف شاهدي من هذا الكلام أن الشيخ أبو النصر خلف هو شيخ الطريقة النقشبندية في منطقة حمص وحلب وما حولها وتأثر العلماء به فهي طريقة العلماء جميع علماء حمص في تلك الطبقة الشيخ عبد العزيز عيون السود الشيخ محمد علي مشعل الشيخ وصفي مسدي الشيخ أحمد قلاش الشيخ حلب الشيخ أحمد قلاش من حلب الشيخ عيسى البيانوني الشيخ كامل بدر البابي الحلبي عدد من شيخ حلب كلهم أخذوا عن الشيخ أبو النصر خلف الشيخ حمص الكبار الكبار أخذوا عنه أيضاً الطريق طبعاً الشيخ أبو النصر خلف عالم ومتشرع وعلى السنة فقلنا للشيخ أحمد قلاش يا شيخنا نريد أن نأخذ عليكم هذه الطريقة هذه الطريقة النقشفندية السنية كما أخذتم عن الشيخ أبو النصر خلف قال لها أنا مسكين أنا أقل من أن أعطي طريق أنا أعطي قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي أنا شيخ الحركة بدنا شيخ بركة إذا بدكم شيخ بركة روحوا عند الشيخ محمد الحجار أو عند الشيخ زكريا البخاري قالنا له طيب يا سيدنا الشيخ زكريا البخاري قال والله أنا معكم كمان بدي أروح أنا وأنتو عند الشيخ زكريا البخاري ونأخذ الطريقة عليه الشيخ زكريا البخاري أيضاً أحد علماء المدينة يعتبر أيقونة من أيقونات المدينة شيخ محمد زكريا البخاري أيضاً هذا يحتاج كلاماً طويلاً وهو عالماً مع علماء بخارة صالح تقي مجاور محب كل من زاره يترك في نفسه أثراً له بيت كان بجوار المسجد النبوي الشريف ثم هذا البيت أصبح الآن داخل المسجد هذا البيت أعرفه جيدا كان بجوار بئرحاء كان على كتفه بيرحاء البئر الذي شريب منه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني مدحه وهذا البيت كان مأوى العلماء ومأوى المشايخ علماء الشام بالذات إذا جاءوا يقول لهم الشيخ زكريا لا تنزلوا في الفندق انزلوا في بيتي حتى يتبارك بيتي بكم فكانوا يأتون إلى بيته ويتعقد فيه المجالس وجلسات العلم وحضرت كثير من هذه المجالس سنتي إلى ذكرها إن شاء الله حيث أن هذه الجلسات أعتبرها أنا يعني جلساتنا يعني هذه التي نتحدث فيها ونتكلم عن هذه الحقبة في المدينة يعني هي يمكن أن تكون شهادة للتاريخ شهادة على التاريخ وللتاريخ إن شاء الله فالشيخ محمد زكريا عيشته ورأيته وجلسنا جلسات طويلة معه وكأن المشايخ الذين كانوا يزورونه أمام عيني الآن سأذكرهم واحدا واحدا لايقا إن شاء الله المهم الشيخ زكريا الشيخ أحمد قلاش أخذني أنا والشيخ أحمد السعبي وقال نذهب إلى الشيخ زكريا لنأخذ الطريقة عليه ذهبنا إليه كان ذلك بعد الإشاء طرقنا الباب لم يرد أحد لكن الباب كان مفتوحا فالشيخ قال لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا فيها شيخ لكم وما قال قال الله عز وجل يعني اقتبس شيخ لكم في شيخ لنا مفتحوا الباب مفتوح لأنه كان نعم ففتحنا الباب ودخلنا هو عادة كان بيته مفتوحا دائما فلما دخلنا لم نجد الشيخ وجد شيخا آخر جالسا بجوار مكان الشيخ ولحية طويلة وعمامة وهيئة وأنوار فسلمنا عليه وتعرفنا عليه فقال أنا بدر الدين الغلاييني ابن الشيخ إبراهيم الغلاييني وهذا عالم جليل أدرك شيخ بدر الدين الحسني وأدرك الشيخ أبو الخيري الميداني وأدرك أباه الشيخ أبو الخيري الشيخ إبراهيم الغلاييني كان مفتي وادي العجب مفتي منطقة قطنة وله شأن كبير الشيخ إبراهيم الغلاييني فسررنا بالتعرف عليه وبعد قليل الشيخ جاء فلما جاء سلمنا عليه وقبلنا يده فالشيخ أحمد قلاش قال يا سيدي أنا وهذين الشابين أتينا نأخذ عليه أتينا نريد منكم الطريق قال أنا مسكين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو شيخ أحمد قلاش يعني في السن كبير كان في الخمسة وسبعين سنة تقريبا يعني أعوذ بالله أنا لا يمكن أن مثلي يجيز مثلكم أستغفر الله أستغفر الله يعني ما رضي الشيخ زكريا ما رضي في هذا الوقت ثم خرج قليلا أيضا لأمر ما يتوضى أو كذا في هذه اللحظات عندما خرج الشيخ بدر كأن الله ألهمه أن يجيزنا فقال والله أحببتكم في الله فأنا أجيزكم بالطريقة نقش بندية عن والدي وعليكم أن تأخذوا الأوراد وعطانا الأوراد وعطانا أذكار وعطانا كذا فكانت إجازة يعني جميلة جدا وغير منتظرة ومن عالم كبير من عالم كبير نعم هذه أقولها للتاريخ ثم لاحقا طبعا يعني فيما بعد استجزته من الشيخ زكريا أكثر من مرة وألبسني طاقية وهداني سواكا وعطرا وأكلنا وشربنا وقصص كثيرة مع الشيخ زكريا البخاري هذا موقف مع الشيخ أحمد قلاش فرجعنا من هذا المجلس مسرورين من أحسن ما يكون ثم تذكر الشيخ أحمد قلاش شيئا مهما قال بالله أنا عندي شيء إن أحببت أن تأخذوه عني وهو أنني عاهدت شيخي الشيخ عيسى البيانوني المحمدي هكذا كانوا يلقب نفسه المحمدي لأنه كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عاهدته على ورد كل يوم ألف مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن معاهدك يا شيخنا قال عاهدوني فعاهدناه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف مرة عن الشيخ عيسى البيانوني ولازمناها مدة من الزمن ثم قصرنا الله يعفو عننا وأحيانا نتذكر هذا العهد وأحيانا نقصر ولكن والله ما من مرة التزمت بهذا الورد إلا ووجدت أثر الورد لكل ورد وارد سبحان الله يعني وارد على القلب فلا أجمل ولا أروع من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم والحديث شائق عن الشيخ القلاش وما زلنا في دوحته فأكرمتمونا سعيني عن الشيخ القلاش أكثر الشيخ أحمد قلاش في موقف من المواقف فيما بعد هذا زرناه في بيته في حلب لما زرناه في بيته في حلب قام وأحضر الشاي بنفسه يعني أحضر الصينية الشاي والكاسات والأبريق فقام إليه أحد الإخوة تناول منه بسرعة الشيخ يعني قال لا لا إجلس إجلس فهو تناول من الشيخ بسرعة من باب الأدب يعني فلما تناول من الشيخ وقع أحد الأكواب الفارغة على الأرض وانكسر فالشيخ تمام بكل سرور أخذ يمسح الزجاج بيده يجمع الزجاج بيده وكذا وهو يجمع الزجاج في يده جرحت يده فطبعا يعني تألمنا كثيرا شيخنا أتركه لا تدعبوا نفسكم نحن من نضفه نحن من نشئي للزجاج نحن من كذا بعدين قال لا مشكلة لا مشكلة هل أنت إلا إصبع عن دميتي وفي سبيل الشاي ما لقيت هل أنت إلا إصبع عن دميتي وفي سبيل الشاي ما لقيت يعني هذه من طرفه فرحمة الله عليه كان طريفا هذا الكلام سيني في حلب نعم هذا لهيكم في حلب يعني كان يذهب ويعود إلى المدينة نعم كان في فترات الصيف نعم خاصة فيما بعد يعني بعد أن حلت الأزمة قليلا كان هناك الضغط في الثمانينات والتسعينات لكن فيما بعد في الألفين كان ينزل إلى حلب نعم وبقي طبعا مجاورا في المدينة إلى آخر عمره بقي حوالي أربعين سنة في المدينة المنورة وكان يعني يرجو ويتمنى كما تمنى شيخه أن يتفن في البقي كان شيخه الشيخ عيسى البعيانوني يقول ولقد حرمت إقامة في طيبة يا ليت روحي بالمدينة تنزع فكان يردد هذا البيت كثيرا ويقوله كثيرا حتى إنه في آخر عمره الشيخ عمد خلش وصل إلى مئة سنة عمر مئة سنة هو موارد ألف ثلاثمية وتمانية وعشرين وتوفي ألف ثلاثمية ألف أربعمية وتسعة وعشر عاش مئة وأشهر يعني فقبل وفاته بسنوات بسنتين أو ثلاث سنوات وقع وانكسر حوضه فلزم المستشفى وكسر الحوض على كبر السن لا يجبر بسهولة فلزم المستشفى وتعب كثيرا حتى إنه الذاكرة عنده قليلا بدأت تضعف ولكن لم يضعف العلم عنده أبدا حتى إنه نسي أقرب الناس إليه أما العلم فلم ينساه وحدثت معي هذه القصة سأذكرها لكم زرته وهو على فراش المرض فلما سلمت عليه رحب وكذا ولكن لم يتذكرني تذكرا جيدا يعني ربما مثل خيال كان مغمضا عينيه ويعني لا أقول له سيدنا نحن من طلابك الذين درسنا عندك وكذا وكذا أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم وبعدين قلت له ومما حفظناه منكم هذا البيت وأخطأت أنا في البيت يعني قرأت البيت مكسورا قلت له وهذا البيت هو الشيخ يوسف النبهاني من قصيدة عارض فيها بانت سعاده فقلبي اليوم ما تبوله متيم إثرها لم يفدى مكبوله عارضه بقصيدة طويلة جميلة جدا الشيخ يوسف النبهاني وقرأناها على الشيخ عمال قلاش يقول في أولها هوايا طيبة لا بيضاء عطبوله فأنا قرأتها لا بيضاء عطبوله وهي لا بيضاء الصواب لا بيضاء فأنا قرأتها بالخطأ قرأت هوايا طيبة لا بيضاء عطبوله ومنيتي عينها الزرقاء لا نيل فالشيخ موغو بن ضحينه هكذا عبد الفرنش قال لي لا بيضاء لا بيضاء يا سلام يا الله شو فرحت أنا فرحت فرحا شديدا جدا لأنه كنا خايفين أن الشيخ يعني فقد الذاكرة لكن لم يفقد العلم ما تعال الله بقي في العلم نعم ويعني وهكذا بعد ذلك ذكرته ببيت يعني الشيخ عيسى البيانوني أنه ولقد حرمت إقامة في طيبة يا لي تروحي في المدينة تتنزع والشيخ عيسى البيانوني وبعض المحبة وبعض الأبيات الشعر فكان يطرب للشعر حتى في آخر لحظة من لحظات حياته وهو على فراش الموت رحمة الله عليه الشيخ أحمد قلاش ماذا تحدث يعني مثلا كان متواضحا مع العلماء على سني المثال هو كان أكبر من الشيخ محمد الحجار سنا ولكن كان يقرأ معه تفسير الجلالين وقد نحضر معهم والشيخ محمد الحجار يقول نحن نقرأ عليك يا شيخ أحمد لنستفيد منك باللغة فيضحك الشيخ أحمد قلاش يقول يعني أنا شيخ الحركة وأنت شيخ البركة أنت نستفيد منك البركة وأنا حركة ضمة فتحة كسرة عكذا ثم يقول أنا شيخ النحوي والصرف الصرف يعني اللي ما بيثبت عندي بصرفه هنا فكان يأتي يعني في الحرم يأتي أشخاص يجلسون معنا نعم فالشيخ أحمد قلاش ذكي جدا نعم إذا ما راق له هذا الشخص الذي يعني يجلس للأحيار يأتون أشخاص فضوليين يعني ولا لا استطيع أن نقول لهم على السلامة الحرم مفتوح نعم والحرم مفتوح فالشيخ يدخل في مسألة صرفية فيقول مثلا يعني ارتضى ارتضى هذه الهمزة نقول ارتضى ولا ارتضى والهمزة وصل ولا همزة قطع وإيش أصلها افتعل ارتضى وهكذا يدخل في الصرف يعني هكذا دقيقة دقيقتين يسألوني يسألوني يأخذ معي هكذا هذا الرجل ينظر فيجد نفسه مفاهم شيء فيمشي فالشيخ يضحك يقول نعم الصرف يصرف الفضوليين عن المجلس فرحمة الله عليه فهذا الدرس يعني كان مع الشيخ محمد الحجار ايضا كان هناك درس حضرته معه ومع المشايخ سبحان الله هذا خلق عجيب جدا هذا الدرس بكتاب الادب المفرد للامام البخاري بدأ فيه مجموعة من المشايخ ومنهم الشيخ احمد القلاش والشيخ نمر الخطيب والشيخ محمد علي المراد والشيخ ممدوح جنيد والشيخ عمر ملاحفجي والشيخ محمد الحجار والشيخ محمد عوض خمسة مشايخ على الأغلب كانوا يحضرون وكنا نحضر نحن معهم ويقرأ كتاب الادب المفرد في بيت الشيخ زكريا البخاري واستمع الى الادب واستمع الى الذوق واستمع الى التعليقات الجميلة الشيخ زكريا البخاري يعني لا يرفع رأسه أبدا من سنين خافض رأسه هذا يقال ادب من ادب التصوف دوما رأسه هكذا لا يرفع رأسه دوما هكذا ويصلي على النبي ويذكر الله عز وجل ويعني هكذا حتى لدرجة لشدة انخفاض رأسه صار رقبته منحنية دائما عنده انحناء في ظهره يعني حتى اذا مشى يكاد رأسه ويصب الى رقبته يعني هذا معروف عنه فدوما جالس هكذا ورأسه في الأرض الشيخ دمر الخطيب يعلق تعليقات على بعض الأحاديث يقول يا أخي شوف الأدب العالي عندهم شوف الذوق العالي عندهم هكذا يتكلم بهذه الطريقة الشيخ أحمد قلاس يعلقه في النحو الشيخ محمد علي مراد هو الذي يقرأ هو القارئ يقول والله أنا ما لا أفهم شيئا أنا أقارئكم الشيخ محمد علي مراد علامة حماء فقيه أصولي عالم خطاط متميز بعلوم شتى قرأنا عليه أصول الفقه فيما بعد أصول الخلاف قرأناه عليه في بيته رحمة الله عليه علامة كبيرة لكن عند الشيخ زكريا أخي يقول أنا لا أفهم شيئا أنا أقرأ والمشايخ يشرحون والمشايخ يعلقون والله يشوف الأدب كيف ورأيته أكثر من مرة يطاطئ بعمامته ولحيته وعمره فوق السبعين ويقبل يد الشيخ زكريا ورزله والشيخ زكريا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني ما يرضى ما يرضى الشيخ زكريا أبدا ما يرضى لكن هذا رأيته بعين هؤلاء الكبار هؤلاء الكبار علمونا الكثير وفعلا شربنا منهم هذا الأدب علن ونهلا كما يقال فهذا الشيخ أحمد قلاش هذا الدرس الثاني أو الثالث فيه درس أيضا آخر كان أيضا مشترك مع الشيوخ هو درس في جوهرة التوحيد على الشيخ نمر الخطيب في بيت الشيخ نمر الخطيب كذلك مع بعض الطلاب أيضا فالشيخ أحمد قلاش يعني يشرح والشيخ نمر الخطيب يشرح وتارثين الشيخ أحمد قلاش يشرح هذا يقول أنت شيخي وهذا يقول أنت شيخي هذا أدب في قمة الروعة ونحن نستفيد ونعب ونغب من هذه الموائد المدنية الرائعة جدا أولئك آبائي أولئك آبائي ذكرتم سيدي الشيخ زكريا البخاري وزلساتكم معه ويعني تطرقته لبعض الشيوك لو أخبنا طرفا من كل شيخ وإكرياتكم معهم الحقيقة أنه الشيوخ لهم فضل كبير علينا حيث إن كل واحد منهم يعتبر جزءا من روحنا التي تكونت من خلال كلامهم يعني هم كالسكر الذي يوضع فيه في هذا الشاي الشاي مر هكذا كما سمعت هذا المثال من شيخنا الشيخ أعدنا نستقى يقول المشايخ كالسكر ونحن كالشاي يعني الطالب يكون مر والشايخ حلو فالسكر يدخل في الشاي فيحليه ثم يزوب ولا يظهر والسمعة لمين للشاي إلا أنت أقول شربنا ماذا شبا ما أقول شربنا سكر وعنه هذا الشاي لن ينعجن معه نعم يختلط معه يختلط معه ثم يقول له اظهر أنت ويذوب هو والسمعة للتلميذ ولكن الطعم لمين الحلاوة لمين للسكر للجوه ومختفي يعني يقول الشيخ عدن السقاء إن رأيتم في كلامنا شيئا جميلا فهو ليس منا هذا من السكر اللي حطوه مشايخنا فينا فإحنا شاي مر وأنا أقول هكذا لمن يستمع إلي الآن أو كذا إن رأيتم كلاما حلوا وجميلا في هذه اللقاءات فوالله لا لا ينسب شيئا إلى نفسي أبدا ما نحن إلا يعني السكر الذي المشايخ وضعوه هم مشايخنا وظهروا بهذه الآداب وبهذه الأخلاق وبهذه الشيام أنا المرآة التي أعكس من خلالها ما سميتهم من الشيوخ أو المزراب اللي من خلاله يمر تمر توجيهات الشيوخ وتمر أشعارهم وكلماتهم وعباراتهم فمزراب يوصل إلى الآخرين فنسأل الله أن يعني يجعلنا خير موصل لأن الموصل كمان إذا كان يعني المزراب مسكر ما بيوصل صحيح إذا كان يعني السلك مقطع كمان ما بيوصل الكهرباء صحيح لازل السلك يكون سليم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبنا سليما وسلكنا سليما حتى تسري فيه الكهرباء وتصل من شيوخنا ونحن نوصلها إلى من بعدنا إن شاء الله من الشيوخ الذين يعني تأثرنا بهم الشيخ محمد الحجار الحلبي الشيخ محمد الحجار يمكن أن نصفه بحمامة الحرم يمكن أن نصفه بعابد من عباد الحرم يمكن أن نصفه بالزاهد الصابر حيث قدم ولدين من أولاده شهداء في سبيل الله وصبر على ذلك صبرا شديدا جدا وجاور في المدينة المنورة أيضا أكثر من أربعين سنة ولازمناهم ولازمة جيدة الشيخ أول أن أتحدث عن جانبي عبادته كان يأتي من الأذان الأول طبعا هذا شيء طبيعي جدا يعني من الأذان الأول للحرم فيجلس فيه إلى قبيل الظهر بقليل طبعا عندما يأتي يكون مثلا تسحر في البيت يتسحر في البيت قليلا ويصع صائم الدهر إن نطلق عليه يعني صائم لا يفتر إلا في الأعياد نعم يصح علىنا أن نقول لا يفتر إلا في الأعياد فيبقى هكذا يعني ما بين صلاة الفجر وذكر ودعاء وصلاة 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 الضحى واذكار وقراءة قرآن هكذا إلى قبيل الظهر بقليل قبيل الظهر بقليل يذهب يجدد ضوءه ثم يعود للحرم فيجلس قليلا إلى صلاة الظهر ثم يذهب للقيلولة في بيته بعد صلاة الظهر يذهب إلى البيت قليلا فيقيل في البيت ساعة هكذا ثم يأتي قبل أذان العصر في الحرم يأتي ويجلس من العصر إلى العشاء يبقى جالسا ويفطر في الحرم يعني يحضر إفطارا معه هكذا قرص مثلا من الخبز الخفيف أو يعني علبة لبن أو يعني حاجة خفيفة جدا تمر ما هكذا بس هكذا لا يزيد على هذا هذا شأنه وكل عبادة ومطالعة وكتب ألف كتبا كثيرا الشيخ يعني رمضا منه وعشرون مؤلفا تقيقات وكتبا كثيرة جدا كان مغرما جدا بالإمام النووي وطلبنا أن نقرأ عليه كتاب كفاية الأخيار قرأنا كثيرا من كتاب الأخيار لم نكمله لكن قرأنا كثيرا منه في الفقه الشافعي وقرأنا في المنهاج قسن البيوع فلما بدأنا نقرأ في المنهاج لفت نظرنا شيئا وكان هذا الشيء موجود من قبل لكن لم ننتبه له إلا في المنهاج ما هو هذا الشيء هذا الشيء أنه إذا بدأ يقول قال الإمام النووي يجلس جلسة الصلاة ولا يغيرها أبدا من أذان الظهر كان الدرس إلى أذان العصر وكنا نجلس وين؟ مداخل الحرام كنا نجلس خارج الحرام في منطقة اسم المظلات وما كان في مكيفات والجو يعني على الهواء الطلق فكنا نجلس في هذا المكان ومن أذان الظهر إلى العصر ونقرأ نقرأ نقرأ والشيخ جالس عن ركبتيه أنا أذكر أنني أغير جلستي ربما عشر مرات مرة يمين مرة يسار مرة كذا مرة أجلس مرة تخدر رجلي يعني نغير الجلسة مرارا يعني وهو ثابت لا يتغير أمتا ثم يعني ذات مرة قال لنا سر كشف لنا السر يقول أنا أحب الإمام النووي كثيرا وإذا كنت أقرأ له أستحي أن أجلس إلا جلسة الصلاة جلسة الأتب لأنني أجلس مع الإمام النووي فالإمام النووي عنتي شيء كبير شيء عظيم فهو حقق كتاب فتاوى الإمام النووي وحقق التبيان للإمام النووي واشتغل في كتب الإمام النووي كثيرا نعم رحمة الله عليه فكنا نراه عند الشيخ زكريا كثيرا وإيجلس في الشيخ زكريا وإيجلس في الحرام ونستشيره في كثير من المسائل الفقهية التي تمر بنا إذن يعني من أجلس الشيخ زكريا كان ملتقى أيضا للمسائل الكبار نعم نعم ميزته أنه على باب الحرم يعني كنت تطلع من الحرم ما بيجي قلبك يعني ما بيطاوعك قلبك ما تمر سلم على الشيخ زكريا وتمشي وإذا دخلت سلمت ستجد علماء قطعا ستجد علماء علماء الإحساء مثلا أنا تعرفت على الشيخ العلامة الكبير الشيخ أحمد الدوغان في مجلس الشيخ زكريا البخاري هذا علامة فقيه شافعي كبير في علامة آخر أيضا فقيه شافعي اسمه الشيخ محمد الخطيب أيضا من الإحساء وهو يكون عم الشيخ إبراهيم الإحسائي رحمة الله عليه أبو زوجته هذا الشيخ كان يحفظ خمس آلاف بيت من الشعر في الفقيه الشافعي نظم البهجة الوردية نظم البهجة نعم يحفظ خمس آلاف بيت سمعت منه بعض هذه الأبيات وتعرفت عليه في مجلس الشيخ زكريا وسيد إبراهيم أيضا تعرفت عليه في مجلس الشيخ زكريا كان عمره ستة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة شابا هكذا في قمة نشاطه وقمة همته وكان يحب الشيخ زكريا كثيرا 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 الشيخ زكريا يقول هذا بيت هذا البيت بيت العلماء علماء الشام علماء حضرموت علماء كلهم يأتون إلي هكذا ففعلا يعني مأوى العلماء وبيت متواضع جدا بيت بسيط كان عنده كل يوم جمعة كل يوم جمعة استمرت هذه أكثر من خمسين سنة لأنه جاور في المدينة خمسة وستين سنة ولم يخرج من المدينة أبدا إلا حج مرة أو مرتين فقط واحتمر مرتين وكلما كان يخرج من المدينة يقول أرجعوني مرة أخرى أخشى أنا أموت خارج المدينة لم يخرج خارج المدينة إلا للحج والعمر مرتين فقط أول مرة حج مع أمه طبعا جاء من بخارة مشيا على الأقدام نعم ثم حج لأجل أمه وبقي خادما لأمه سنوات طويلة جدا ولم يتزوج حتى لا يأتي لأمه بزوجة ربما تؤذيها ويخدمها إلى أن توفيت ثم تفرغن العبادة أمر عتيب أمر عتيب شيخ زكريا رأيت إجماعا عليه من العلماء والصالحين فطبعا الشيخ محمد عوامة كان في مجلسه شيخ عبدالتاح أبو غدى شيخ مشايخ إذا في هذا المجلس تعرفتم على الشيخ محمد عوامة حبيب الله نعم لا الشيخ محمد عوامة يعني في هذا المجلس وفي غيري الشيخ محمد عوامة أول ما أتينا إلى المدينة كان شاب بن أيطنش في ذلك الوقت 40 سنة كان عمره دون الأربعين نعم هذا الكلام قبل 42 سنة نعم يعني كانت دون في الأربعينات الشيخ الآن في الثمانينات ما شاء الله فكانت لحيته سوداء وبدأنا عليه بالبيقونية قرأنا عليه أنا والشيخ أحمد السعبي ومعنا مجموعة أيضا من أهل الفضل وأهل العلم سيدي لو توقفنا يعني في أنت وحد الشيخ محمد عوامة نعم حفظه الله هذا العالم الجليل الكبير المحدث شيخ الحديث في هذا الزمان نعم لو ترجمة بسيطة عنه وكيف أو ذكرناتكم معه نعم الشيخ محمد عوامة حفظه الله وأمد بعمره وبارك في حياته من نوادر علماء العصر هو وأربعة أعتبرهم على مستوى بلاد الشام كلامي لا أحصر علماء العالم كله لكن على مستوى بلاد الشام أحد أربعة هم أبرزوا من أعلمهم في علم الحديث تأليفا وتنقيحا وتمحيصا وإضافات أولهم شيخه الشيخ عبد الفتحة بغدة رحمه الله ثم الشيخ نور الدين عثر ثم الشيخ خليل ملخاطر ثم الشيخ محمد عوامة هؤلاء الأربعة سبحان الله فيهم قواس مشتركة من التأليف والكتابة والكتابة الناضجة والكتابة التي فيها إضافات وأيضا فيها عمق وأيضا على المنهج يعني هؤلاء الأربعة ما شاء الله ثلاثة أحناف وواحد شافعي منهم فهؤلاء سألهم على يعني ضمن المذهب الأربعة لم يخرجوا ليس لهم شذوذات ليس لهم خروج عن المنهج العام الشيخ محمد عوامة هو تلميذ البشايث ويقول يعني من أبرز شيوخي شيخاني كالعينين في الرأس الشيخ عبدالله سيراج الدين والشيخ عبدالفتاح أبوغدة تربى على أيديهما وبقي مخلصا لهم أكثر من نصف قرم بقي مخلصا لهم وإذا ذكر الشيخ عبدالفتاح أبوغدة وأنت تذكر هذا الشيء جيدا عندما زرناه قريبا زرناه قبل يومين كيف أنه عندما ذكر الشيخ بكى وغرغرت عينه بالدمع وحكى لنا قصة عنه المحبة دخلت في الدم والروح وأخذ عنه المنهج والشيخ عبدالفتاح أبوغدة أثنى عليه بكلمة مختصرة جدا جدا قال تلميذ الأمس وصديقه اليوم هذه واحدة كافية من الشيخ عبدالفتاح أبوغدة الباحث الناقض شهادة كافية الشيخ محمد عوامة حفظه الله وأسأل الله يبارك لنا في عمره وحياته خدم المصنف لعبدالرزاق يعني ما شاء الله كم مجلد إذا رأيته تشعر بالهيبة وخدم تدريب الراوي تدريب الراوي سبحان الله يعني خمس مجلدات ودرسناه عليه تدريب الراوي نعم وهذه التقييدات التي خرجت الآن مطبوعة هي من الشروحات التي كان يمليها أملاء علينا أنا عندي دفتر إلى الآن موجود عندي يعني أملي ما كان يمليه علينا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا لازلت أحتفظ بهذه الأوراق فقرأنا الشرح البيقونية للشيخ عبدالله سيراج الدين عليه كاملا وقرأنا معظم تدريب الراوي معظم تدريب الراوي على الشيخ حفظه الله وقرأنا عليه بصحيل بخاري أيضا قسما كبيرا ولكن بعد ذلك توقف لم يكمل المجلس الشيخ محمد عوامة تفرغ للبحث العلمي عنده حب للمخطوطات وللنسخ المخطوطة والرجوع إلى المخطوطات شيء مدهش وكبير جدا جدا عنده حب للكتاب وحب للتراث منقطع النظير عنده مكتبة ضخمة جدا ما شاء الله تبارك الله فيها نوادر النوادر ورزقه الله عز وجل بأولاد ما شاء الله تبارك الله برر خدمه خدمة رائعة جدا إذا زرت مكتبته ومكتبه للتحقيق تجد شيئا حضاريا رائع المستوى والحمد لله مكتبته منظمة ومرتبة ارتيب يعني تشتهي أن تتجول فيها كأنك في داخل البستان وأيضا عنده فريق عمل في التحقيق يشرف عليهم ويدقق في كل كلمة يكتبونها يراجع عليهم كل كلمة كل كلمة يكتبها الطلاب الذين عنده أو الباحثون الذين عنده يراجعوا وراءهم ويدلهم اكتبوا كذا اعملوا كذا يوجههم ويراجعوا وراءهم كل صغيرة وكبيرة حفظه الله الشيخ محمد عوامة يعني إن قلنا هو رمز الوفاء للعلماء للشيخين الشيخ عبدالله سيراج والشيخ عبدالفتاح نعم هو رمز من رموز الوفاء هو رمز من رموز علباء حلب ما تجلس معه إلا وتشعر بأنك أمام مؤرخ المحدثين ومحدث المؤرخين أمام شخص يعني يروي لك كانوا يقرأ من كتاب أنا أستمع للقصة منه عشر مرات كل مرة يرويها بنفس الطريق بنفس الترتيب بنفس الأسلوب بنفس التأثر يعني يحكيها قبل عشرين سنة ويحكيها الآن ما يتغير فيها حرف واحد الشيخ محمد عوامة كان ندرس في الحرم في بيتي نعم كان ندرس في بيتي ذكرتم الأربعة سيدي الشيخ خليل ملخاطر نعم ماذا عن الشيخ خليل ملخاطر نعم أيضا في المدينة الشيخ خليل ملخاطر أحسنتم الأربعة الحمد لله من شيوخي ولإجازة من الأربعة وهم شديدون في الإجازة ولكن سبحان الله الحمد لله أكرمني بالإجازة من هؤلاء الأربعة التي لا ذكرتهم الشيخ خليل ملخاطر من مدينة دير الزور عالم جليل تربى على ما شايخ دير الزور أولا وتفقها على أيديهم وعبى علوما كثيرة ثم سافر إلى الأزهر لكن عندما سافر سافر عالما وتمكن من الفقه تبكنا جيدا وتمكن من علم الرجال ومن الحديث وأنا أجزم أنه يحفظ الصحيحين ولكن هو لا يصرح بذلك عندما تلح عليه لا يجيبك جوابا صريحا يقول نعم لا يغيب يعني مرة قال لا يغيب عني حديث من الصحيحين ومرة يعني سألته سؤالا ليس اختبارا ولكن يعني سبحان الله هكذا أنه عن حديث قال هذا ليس في الصحيحين على طول يعني على طول ما في ثواني قال هذا ليس في الصحيحين فأنا أجزم أنه متمكن من الصحيحين وأجزم أيضا أنه يحفظ كتاب الشفاء للقاضي عياض هذا لأنني رأيت ذات مرة في مجلسي من المجالس سرد علينا فصلا كاملا من فصول كتاب الشفاء للقاضي عياض وهذا الفصل يتحدث فيه عن أدب الإمام مالك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول مطرف كذا 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 يقول إسماعيل من أبي أويس كذا وكذا وكذا يعني كأن الكتاب أمامه ويقرأ منه علقته على نسختي قلت هذا الفصل سمعته من الشيخ أخلي الملخاطر بهذا الترتيب نعم هذه إسعادة فإذا بدأ بموضوع خلينا أحكي لك عن أول بعرفتي به أول أول مرة رأيته كان محافظا على الجبة والعمامة العمامة الشامية ولحيته كانت في ذلك الوقت يعني بدأ فيها البياض كانت سوداء وبدأ فيها البياض أكثرها بياض هذا عام 1402 تقريبا فعندما رأيته أتهيبته أتهيب منه ولم أستطع أن أسلم عليه ولا أقترب منه خفته منه هيبة هيبة عجيبة إن قلت لك بقيت سنة كاملة لم أستطع أن أسلم عليه يعني صدق سنة كاملة أمر من جانبه فقط هيبة عجيبة ولكن كنت بنظري إليه بدون سلام أشعر بغذاء خاص ما أدري لماذا تأتيني سورة سيد عمرو الخطاب يعني هو كان يجلس عند المحراب العثماني كان له هناك يعني عامود ويجلس عليه من الأدان الأول وأراه يؤلف ويكتب يكتب هكذا أو يكتب يدي اليسره ويسراوي فأراه يكتب يدي اليسره هكذا يعني سبحان الله في الحرم الأوراق أمامه بالأرض هكذا يعني ويكتب ويكتب فأمر من جواره إذا كان عندي هم أو غم أنظر إليه تعجبني العمامة أنا أحب العمامة كثيرا العمامة هكذا ذات العذبة والجبة وكثير من المشايخ الأزهريين أو الشاميين عندما ذهبوا إلى الحجاز تركوا الهمامة تركوها لعدة أمور منها وهو الأرجح يعني الحر والصيف يعني المكان هناك حار فالعمامة لا تطاق على الرأس ومنها حتى لا يلفت النظر لأن المنطقة هناك عرفا لم يتعارفوا على العمامة خاصة بالعصر الحديث أما قديما كان كل الحجازيين يلبسون العمامة التي هي ملفوفة على الرأس هذا لبس حجازي معروف ولكن بعد ذلك في العصر الحديث خلعوا هذه العمامة ولبسوا الغطرة وقالوا هذه هي عمامة حقيقة لغوية هي ليست بالعمامة هي تعم الرأس صحيح لغة هي مما يعم الرأس ولكن هي تصدق على الطيلسان هذه الغطرة يعني الطيلسان فهو لباس ليس عربيا اللبس العربي هو العمامة وهذا شيء يعني متفق عليه بين الباحثين أن ما يكوروا على الرأس أو يلفوا به الرأس أو يحنك تحت الحنك هذا يسمى عمامة فهذا شيء آخر المهم كان شيخ الأزهر وعلماء أيضا الشام إلا ما ندر منهم إذا جاءوا إلى المدينة لعمل أو وظيفة أو استقروا في المدينة يخلعون العمامة ويلبسون الغطرة مراعاة لعرف البلد إلا الشيخ إلا بضع من المشايخ منهم الشيخ خليل ملخاطر منهم الشيخ نمر الخطيب بقي محافظ على طربوشه الأحمر الشيخ نمر الخطيب وهو طويل قال ما شاء الله إذا دخل من باب السلام لا إله إلا الله كأن يعني هكذا هو مع أنواري وجهه أبيض منير يعني له له هيبة الشيخ خليل ملخاطر كذلك حافظ على العمامة وطويل الجسم والجبة فكنت أنا يعجبني هذا المشهد طولت فيه أنا بس حتى يعني أريد من يسمعني أن يعشق العمامة لأنها رمز للزي الإسلامي ورمز لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالبهم سنة كاملة وأنا أتهيبه إلى أن ما أدري كيف اقتربت منه ذات يوم وسلمت عليه فوجدته هينا لينة لطيفا يعني يسلم بحفاوة وقريب المعشر جدا سبحان الله فأحببته أكثر وأكثر ثم صارت مناسبة يعني عيد هناك في الأعياد يعني المشايخ يتزاورون فزرناهم مع بعض المشايخ فأيضا يعني أحببناه أكثر و يعني أحبني كذلك ويعني صار يعرفني أنا والشيخ أحمد الزعبي أنه إحنا طلاب علم ويعني طلاب قراءات هكذا يعني أعطانا صبغة أنه نحط طلاب قراءات فكان يعني يسروا منا كثيرا ويعدوا بذلك لسل الله تعالى أدهو البركة في العمر والشفاء آمين نعم والآن على أبواب التسعين يمدولي أو دخل بالتسعين نعم أقل من التسعين بقليل هو مواليد 1938 على ما أعتقدت أو 36 ربما ربما 36 نعم سيدي كان أيضا إلى ملتقى العلماء عند الشيخ الشيخ زكريا أم مثلا في مكة تلتقون أم كيف عند الشيخ زكريا ربما كان يزوره لكن ما أذكر الآن ذكريات معه مع الشيخ زكريا لكن ذات يوم كان يعمل في مسند الإمام الشافعي نعم فقلت له يا مولانا لما لا أتضعون أسانيدكم في الكتب ومسند الإمام الشافعي الشيخ الفاداني له سند فيه قصدتم سنن الشافعي المسند مسند الشافعي سنن المأثورة هكذا له السنن المأثورة ربما هذا هو ربما لأنه أعمل على تحقيقه تمام هذا هو الذي أعمل على تحقيقه نعم فذكرت له الشيخ الفاداني قلت له الشيخ الفاداني يعني له أسانيد متصلة الإمام الشافعي قال أنت تعرف الفهداني قلت نعم قال الشيخ الفهداني دوما يرسل لي كتبه كلما ألف كتابا يرسله لي وأنا لم ألتقي به بعد قلت حسنا شيخنا يعني في أي وقت تحبون يعني إن شاء الله نزوره ونتشرف في خدمتكم قال لي طيب أنا الوقت الفلاني سبوع القادم أنا سأكون في مكة ونذهب فحرست جدا أن أكون بصحبة الشيخ إلى الشيخ الفهداني وهذا باب آخر سأحدثك عنه العلماء الذين صحبتهم إلى الشيخ الفهداني أهم كذر فمنهم الشيخ خليل من الله خاطر توعدت معه ومن الحرم انطلقنا بسيارته إلى العتيبية إلى شارع الأندلس ثم إلى اليمين دخلنا إلى بيت الشيخ خياسين فذلك طرقنا الباب سلام عليكم قلت له معي شيخ يحبكم كثيرا وسمعتم تسمعون عن بعضكم وتتواصلون ولكن لم تلتقوا ففرح به الشيخ الفهداني فرحا كبيرا جدا فدخل وأجلسه مكانه في المجلس وجلس بجواره جلسة جميلة جدا ثم بباشرة تواصل مع الشيخ مختار الدين فلمباني وتواصل مع الشيخ أحمد دستوري هذول أقرب الناس إليه وأيضا ربما كان شيخ آخر أسود الشيخ ذاكوان هؤلاء الثلاثة وربما فيه شيخ رابع فناداهم بسرعة وحضروا المجلس وكان مجلسا جميلا جدا أحضر التمر والماء وأضاف الشيخ على الأسودين وأعطاه المسلسل بالأسودين وأيضا أعطاه المسلسل بحديث الرحمة المسلسل بالأولية والمسلسل المصافحة والمشابكة والقبضة لللحية وحوالي خمس مسلسلات أو ست مسلسلات هكذا كعادة الشيخ ياسين ثم ناوله الكتبه الجديدة وفرح الشيخ فرحا شديدا جدا بهذا اللقاء كلاهما فرح بالآخر ثم أحد المشايخ الشيخ أحمد ستوري طلب الإجازة من الشيخ خليل ملخاطر الشيخ خليل ملخاطر لا يجيز أبدا يعني مستحيل أن يجيز يقول لك أنا لا أجيز إن شاء الله الآن يكون قد يعني لانا قليلا عندي قبل وأجاز أنا أتمنى أن يجيز لأنه له أسانيد لا بأس بها طيبة هو يروي عن الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والشيخ أبو الحسن الندوي والشيخ سلام العزامي والشيخ يعني بعض شيخ مصر له رواية شاعة عبدالله الغماري المهم فأبا قال لا أجيز أنا لا أجيز بحضرة شيخي يعني فلما قال لا أجيز بحضرة شيخي قال له أنا شيخك لا حول وقت إذا كنت تعتقد أن شيخك أنا أمرك أن تجيز أحرجعه فقال إذن أقول امتثالا ما دام كذلك فحدثنا بحديث الرحمة وأجازة الحاضرين أجازة الحاضرين نحن يعني المجازين منه العبد الفقير يحيي الغوب ثاني الشيخ مختار الدين فلمباني والشيخ أحمد دستوري والشيخ فاداني طبعا أنت دبجا يعتبر هذا والرابع ربما أخي اسمه ذكوان أنا شككته فيه نعم الشيخ الزعبي لم يكن معنا لم يكن معنا لا الشيخ الزعبي لم يكن معنا فهذه الظريفة هذا المجلس الوحيد الوحيد نعم هو اليتيم ثم يعني جاء عدد من الإخوة المهتمين بالإجازات للشيخ خليل ونلا خاطر وطلبوا منه قال لهم هذه فلتة هذه فلتة يعني يعني كلما يراني يبتسم لكن ذات مرتهم حدث موقف أيضا في المدينة أخذت أولادي عاصم وأبو حبيب وخرسنا نعم وعلي أيضا كانت ثلاثة أخذتهم إليه كنت في كل عيد أخذهم إليه كان يفرح عليهم فكيف أريد أن يعني أريد أن يجيزهم لكن نحتاج أن نحتال إلى حيلة هقول لهم الشيخ يحتاجون إلى حيلة فحمزة كان صوته جميل أبو حبيب قلت له اسمعوا يا سيدي انشودة لحبيب فأنشد له سألت القمر ليش نوره انطفى وقال لي من نور أهل المدينة انطفى سألت القمر ليش نوره سألت القمر ليش نوره انطفى سألت القمر ليش نوره انطفى قل لي من نور وقل لي من نور الشيخ خليل انطفى وطلعت معه هيك طفل كان عشر سنوات أو يعني في العشر سنوات هكذا صوته جميل كان حلو فالشيخ انبسط عليه طلع خمسين ريال ووع ضائعة هنا عاصم قلت له عاصم أنت جيب حديث الرحمة المسلسل بالأولية جيب حديث الرحمة أنا همست بإذن عاصم قلت له كان حافظ عاصم حديث الرحمة قلت له اقرأ على الشيخ حديث الرحمة المسلسل بالأولية فقال عاصم جاء الدور الشيخ بتوقع يقول نشيدة تمام فالشيخ عاصم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسانيد المتصلة إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم ونا يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء جابها بنغمة فضحك الشيخ قال هذا العفريت هذا العفيريت ابن هذا العفريت قال هذا العفيريت ابن هذا العفريت وضحك يعني ضحك قلنا له والله يا شيخ وقرأ حديث الرحمة عليكم عاد انشئتم تجيزوا انشئتم ما تجيزوا أمروا لكم لكن وقرأ حديث الرحمة عليكم يعني هذه الطريقة من الضرق التي تستلوا فيها الإجازة استلالا لكن يعني الشيخ كان يضحك ويبتسم يقول عجيب عجيب الله يحفظه يمدوا بالصحة والعافية والله تحية للشيخ خليل ملا خاطر إنه من رجال الكبار من رجال الثبات وقد زورتم مرة وذكركم بخير وأثناء على قال الشيخ أولاده القراء أو أبو القراء أبو القراء على أسماء القراء عاصم وحمزه والكسائي نعم صحيح سبحان الله فرجل أنا يعطيني قوة في الثبات ثابت على الحق وأيضا من أهل الدليل عنده علم مع أنه هو صوفي عميق ولكن صوفيته شرعية نعم متشرع ما فيه هيك وهيك أبدا أكثر من مرة طرحت معه بعض المسائل يقول له لهذا الكلام لا تليل عليه وماشي هكذا على السنة ومطبق للسنة ومحافظ على السنة ومحافظ على الذكر ومحافظ على الأوراد ومحافظ على عهد المشايخ ومكثر في التأليف ما شاء الله إذا ألف قلمه سيال وأشرف على رسائل دكتوراه يعني ما شاء الله حدث ولا حرج يعني أشرف على رسائل دكتوراه وناقش رسائل كثيرة جدا وله منصب الآن على ما أعتقد هناك كرسي في جامعة طيبة اسمه كرسي أصح الصحيح فهو يعني الأستاذ الكرسي ويصدرون الآن موسوعة أو يعني مجموعة موسوعة كبيرة جدا أصح ما صح من هديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يمده بالصحة والعافية أيضا تحية لأولاده الكرام أيضا ما شاء الله وعنده أولاد أبو بكر وعنده إبراهيم وأبو بكر وعمر وعثمان أظن وربما علي ما أدري المهم يعني ألا أسبوع اليوم الأربعة نعم كذلك وكلهم أهل العلم ومحبين يعني ما شاء الله عليهم نعم سيدي المدينة المنورة كانت مقصد الكثير من العلماء ولا زالت وأذكر عدد كبير من العلماء الشناقطة فيها فمن تذكرون في تلك الحقبة ومن صاحبتك من علماء شنقيط أوه نعم نعم شنقيط ما شاء الله موريتانيا وشنقيط يحبون المدينة كثيرا من أقدم الشيوخ الذين تعرفت عليهم في المدينة المنورة الشيخ المختار الشنقيطي والد الشيخ محمد المختار الشيخ المختار الشنقيطي علامة كبيرة وبحر من البحار كان له حلقة أول ما تدخل من خوخة سيدنا أبي بكر الصديق هذه الخوخة سبحان الله يعني هي المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي الله عليه وسلم سدوا كل باب إلا باب أبي بكر فتسمى الخوخة هذه الخوخة كنت أجلس فيها لأن فيها مسار هواء نقي وجميل جدا وبارد فكنت أراجع القرآن في هذا المكان فلفت النظري هكذا أمام الخوخة بقليل كان قنديل اسمه القديل الأحمر تحت هذا القنديل كان يعني يدرس الشيخ الشيخ المختار الشنقيطي الموطأ فجلست وحضرت كثيرا من دروسه وسلمت عليه أكثر من مرة وتأثرت به لكن لم تكن دروسا كثيرة كانت دروسا قليلة يعني حضرت دروسا قليلة ويليتني استجزته لا أذكر أن لي إجازة منه لكن استمعت إلى بعض حديث موطأ منه من الشناقطة الذين استجزتهم أو جالستهم الشيخ أحمد أحمد هكذا لقبه هذا الشيخ أحمد يعتبر في اللغة العربية من كبار كبار الشناقطة أحصوا بعض أهل العلم أحصوا كما يحفظوا من المنظومات ومن الأبيات وجدوه يزيد على مئة ألف بيت ولو شاء أن يتحدث معك شعرا من الصباح إلى المساء بدون أي كلمة نثر لفعل وما من مرة سألته سؤالا إلا ويجيبني شعرا على طول الشعار عجيب تسأله في السواك يجيبك شعرا تسأله في أصول الفقه يجيبك شعرا تسأله في مسألة في العقيدة يجيبك شعرا تسأله على طول الشعر أقرب إليه من هذا الكأس هذا أمر عجيب وكان يعني يلبسوا العمامة ويلفوا الغطرة على أنفه هكذا دون ملثم وهكذا عادتهم يعني نعم هم يلفونها من تحت الحنك تحنيك يسمى لكن هو كان يزيد أكثر فيلفوا على أنفه وفمه ثم ذات مرة يعني قلت أريد أزوركم في البيت يعني أقرأ عليكم بعض الأشياء قال مرحبا 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 فذهبت معه إلى البيت والله يتتعج البيت عبارة عن غرفة واحدة ليس لها باب على الباب يوجد ستارة الغرفة تحت ليس فيها أي شيء إلا سجادة ورأيت حراما صغيرا هكذا فراشة ما في حتى يعني فراش ما في سجادة سجادة قديمة جدا لو رأيتها في الشارع لا تأخذها وفي خزانة شو بك خزانة يعني وفي كتب مرصوصة كتب في الأرض هكذا مخطوطات قديمة وأشياء يعني قديمة هكذا هذا الذي رأيته ورأيته صينية أيضا فيها بعض الأكواب يعني صينية فيها أكواب من البقايا حليب بقايا شيء هذا المشهد أمامي الآن ويقال أنه يعيش على التمر والماء والحليب لا يتناور شيئا غيره هو فعلا حجمه أو وزنه لا يزيد عن 40 كيلو حجم صغير جدا وفي هذه الغرفة يقرأ مغني اللبيب يقرأ ألفية بن مالك يقرأ أضطرة على الألفية يعني هذا شيء يعني يقرأ الحمرار على كذا الحمرار هذا مصطلح عند الفناقطة يعني هو منظومات تحرير على الكتب زيادة على الكتب نعم يسمى الحمرار الحمرار لأنه كانوا يكتبونه بالأحمر زيادة على النظم الأساسي نعم فصافحني ثم قال لي تصافح باليد واليدين خرجه البخاري مرتين نعم أطافي أيوة نعم ففعلا يعني في حديث البخاري أن حدثني رسول الله ويدي بين يديه يدي بين يديه فاستنبط العلماء منهم جواز المصافحة باليدين فجاء مرتين في البخاري تصافحهم باليد واليدين خرجوا البخاري مرتين فأروي عنه هذا الحديث وأروي عنه يعني أجازني طلبتهم الإجازة فأجازني إجازة عامة بما يجز له هذا الشيخ يعني ما قرأت عليه كتبا إنما جلست معه جلسات كثيرة ويعني استفدنا منه فوائد جم رحمة الله عليه من الشناقطة أيضا شيخ آخر كان يجلس دائما في الروضة وقريبا من الروضة اسم الشيخ زيدان محمود زيدان أو هكذا كان يتميز بالفقه ويتميز بمسائل الاقتصاد والبنوك ومسائل البنوك وأظل له حتى يعني بعض الفتاوى مكتوبة في هذا الموضوع أيضا ممن تعرفنا عليه وهناك شيخ رابع اسمه الشيخ محمد عبد القادر الغلاوي هذا عجيب هذا كان يتميز بعلم الرجال والحديث على خلافه الشناقطة الشناقطة يتميزون باللغة والفقه اللغة والفقه متمكنين منه تبكن كبير جدا طبعا الفقه المالكي هذا الشيخ محمد عبد القادر محمد أحمد عبد القادر هكذا اسمه أو أحمد محمد عبد القادر على الأغلب محمد أحمد عبد القادر هكذا محمد أحمد عبد القادر الشنكيطي الغلاوي هذا الشيخ كان يجلس عند خوخة أبي بكر الصديق أيضا وما رأيته مرة إلا ومعه كتاب دوما معه كتاب وتعرفته منه في قلال قراءتي على كتاب اسمه أزهار الرياض في ترجمة القاضي عياض فأحببت القاضي عياض منه وأيضا كتاب نفح الطيب قال لي نفح الطيب المقري الشد على القاف وليس على الراء للمقري نعم نسبة إلى مقر وهي مدينة قريبة من القيروان فنفح الطيب أيضا أحببت هذا الكتاب محبة كبيرة جدا وأنصح فيه كل من يريد أن يتعلم الأدب ويتذوق الأدب ويتذوق الشعر ويتعمق في الشعر أن يقرأ في هذا الكتاب وأستفده منه فهذا الشيخ محمد أحمد عبد القادر كان علامة كبير ولما جاء الشيخ صار موقف ونختم في هذا الموقف يبدو لي أطلنا في هذا الجلسة نختم بهذا الموقف الطريف جاء الشيخ أحمد بن الصديق الشيخ عبد الله بن الصديق له ماري وهو من الشيوخي جاء إلى المدينة المنورة وجلس به خوخة أوبكر الصديق فأنا هنا أردت أن أعرف الشيخين على بعضهم البعض فأتيت للشيخ الشنقيطي وقلت له هل تعرفون الشيخ عبد الله بن الصديق الهماري قال نعم أعرف له مؤلف كذا ومؤلف كذا وقال كذا وقرأ مؤلفاته يا مطلع الطلاق يقارئنهم قارئنهم يقرأ من الصباح إلى المساء يقرأ كثيرا كثيرا فقلت له هو موجود هنا بجوارك قال نسلم عليه فقام وعرفتهم على بعض وسلم عليه هكذا وبدأ يسأله أسئلة أنا جلست هكذا مندهش ماذا يتكلمون تكلموا في علم الرجال سأله أسئلة عجيبة والشيخ بن الصديق يجيبه إجابات وهو هكذا لشدة إعجابه كان تهتز لحيته عنده كان لحية طويلة جدا الشيخ الشنقيطي يقول نعم وقد راجعت قول فلان فقال فيه كذا وقد راجعت فيه كوالي والمزي يقول بعكس قولي ذهبي والذهبي رد على فلان فيه كذا وكذا يعني أقوال كأن الكتب كله صارت أمام عينيه فحوار حوالي عشر دقائق أو أقل حوار لكنه مليء بالفوائد والعلوم التي ما عرفته منها شيئا يعني حقيقة كانت أعلى من مستوي في ذلك الوقت نعم هذا الكلام كان تقريبا سنة 1404 هذا اللقاء يعني هو يعني أول سنة ألتقي بها بالشيخ عبد الله بنصديق له ماري في المدينة المنورة ولعلى لا نعوته لذكر تراصيل هذا اللقاء 1404 سيدي في تلك الحقبة الشيخ حمد الأنصاري فيها نعم شيخ محمد علي مشعال نعم الشيخ الجهني تذكرونهم سيدي نعم نعم هؤلاء لأن كل واحد يحتاج إلى وقت أنا أرى أن نقف عند هذا الحد اليوم وحتى لا نطيل على المستمعين والمشاهدين لأنه أحب أن نقف عند كل واحد ونتمتع الشيخ محمد علي مشعال مدرسة والشيخ شيخ حمد الأنصاري أيضا ما شاء الله تبارك الله يعني إذا برعاة الشوق إلى الأمسية القادمة إن شاء الله نختمها إلى الجلسة أشكر لكم هذا الوقت سيدي حياتكم على خير وأنتم بخير بارك الله فيكم بقياكم والله أولئك آبائي فجئني بمثلهم فجئني بمثلهم فجئني بمثلهم